كشفت سكرتيرة البيت الأبيض سارة ساندرز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على تصنيف تنظيم الإخوان جماعة الإخوان كجماعة إرهابية نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر أمريكية أن ترامب استجاب لطالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بهذا الصدد قبل نحو ثلاثة أسابيع تنظيم الإخوان على موعد أمريكي قريب للتأكيد على وصفه وتصنيفه كجماعة إرهابية نقاش مكثف يدور في أروقة البيت الأبيض وفقاً لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط حالياً لإصدار قرار من شأنه وضع التنظيم على لائحة الإرهاب تطورات جاءت بعد زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لواشنطن في التسع من إبريل الحالي وفي تلك الزيارة حتى السيسي نظيره الأمريكي خلال اجتماع مغلق بأن يحدو حدوى مصر في إدراج التنظيم على لوائح الإرهاب وهو ما قُبل في حينها بالإيجاب من قبل ترامب ليأتي التأكيل لاحقاً في بيان سكرتيرة البيت الأبيض سارا ساندرز قائلة إن تعيين تنظيم الإخوان كمنظمة إرهابية يسير في طريقه عبر العملية الداخلية ومن خلال مشاورات مع فريق الأمن القومي وعدد من الدبلوماسيين وهو ما لقي ترحيباً أيضاً من مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو وفي حال أقدمت الإدارة الأمريكية على اتخاذ القرار بالفعل فإن ذلك يعني أن عقوبات اقتصادية واسعة النطاق ستطال شركات وأفراداً ممن يتعاملون مع التنظيم فضلاً عن فرض قيود سفر على شخصيات تنتمي للتنظيم أو مقربة منه بل إضافة لعدد من العقوبات الأخرى نبحث الآن في هذا الخبر مع ضيوفي الذين ينضمون إلينا الآن من واشنطن الباحث في مؤسسة هيريتج نايل جاردنر ومعنا من القاهرة الخبير في الجماعات المتطرفة ماهر فرغلي وينضم إلينا من تريس الباحث في العلاقات الدولية ناصر زهير أهلاً وسهلاً بضيوفي سأبدأ معك سيد جاردنر هل نتوقع صدور هذا القرار قريباً كيف تم الإقناع والإلقاء هذه الخطوة التي كان يتم بحثها داخل الأروقة السياسية في واشنطن منذ فترة طبعاً هذه أسئلة مهمة جداً وقاضية تصنيف الإخوان المسلمين كمجموعة إرهابية كان دائماً في أجندة الإدارة لسنتين ونصف ونظر فيها في بداية عهد ترامب وطبعاً لم يتبع ذلك ولكن الآن بالنظر إلى ما حدث فإن هناك أمور جدية كثيرة وخاصة بعد الاجتماع مع الرئيس المصري الذي طبعاً هو حليف قوي للولايات المتحدة وحليف قوي للرئيس ترامب ما يحدث الآن هو أن هناك طبعاً جدلاً حاداً داخل إدارة ترامب وأنا أفهم بأن المسشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو يحبذان تصنيف الجماعة الإخوان كتنظيم إرهابي ولكنهما يواجهان معارضة كبيرة وقوية مثلاً من بعض المسؤولين في وزارة الخارجية وأيضاً بعض المسؤولين في مجلس الأمن القومي إذن طبعاً هذه دائماً حالة تحدث حينما يكون هناك قضية عويصة مثل هذا هناك انقسامات وهناك جدل داخل الإدارة ولكن أعتقد بأنه بكل تأكيد في البيت الأبيض هناك اتجاه قوياً لتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي وهذا طبعاً سيتبع تصنيف أيضاً الحرس الثوري الإيراني كتنظيم إرهابي أعتقد أن ذلك كان طبعاً أساساً ودعمة قوية لفعل هذا جماعة الإخوان ولكن أستطيع أن أقول بأن الإدارة ستمشي قدماً وتسير قدماً وتصنف هذا التنظيم كتنظيم إرهابي أو على الأقل ستبحث عن تصنيف بعض فروع الإخوان كتنظيمة إرهابية ولكن أنا أتوقع بأنني سأرى تحركاً بشأن هذه القضية طيب سيد ناصر في باريس هنا عادة الموقف الأوروبي كان يخالف أحياناً واشنطن في الحديث هنا وأقل منه أوروبا متهمة بأنها متراخية تجاه الجماعات المتطرفة وتحديداً تنظيم الإخوان كيف تتوقع أن يكون الموقف الأوروبي في حال صدور هذا القرار من واشنطن؟ باعتقادي سيكون هناك تأييد لهذا الموقف وإعلان هذه الجماعة كجماعة إرهابية في الكثير من الدول الأوروبية الدول الأوروبية الآن بمعزل عن قرار واشنطن هي تتحرك ضد الجماعات المتطرفة الإسلامية وأيضاً الجماعات الراديكالية الأخرى التي تنتمي إلى اليمين المتطرف هنا في فرنسا وفي ألمانيا بالذات هناك تحركات كبيرة ضد الجماعات التي تحمل أفكار راديكالية أو متطرفة بشكل أو بآخر رأينا تحرك كبير ضد الجمعية الإسلامية التي تتهم بأنها واجهة لجماعة الأخوان المسلمين في ألمانيا وأتت إليها اتهامات كثيرة من الاستخبارات الداخلية الألمانية بأنها تعمل لتجنيد الشباب وتعمل بتمويل خارجي وتعمل لزرع آديولوجيات خاطئة في المجتمع الألماني أيضاً هنا في فرنسا هناك تحرك كبير ضد الجماعات الإسلامية التي تتهم بأنها واجهة للإخوان المسلمين وأيضاً ضد الجماعات التي تتهم أيضاً هناك جمعيات كثيرة تتهم بأنها ممولة من إيران وتعمل لصالح إيران وآخرها الجمعية التي كانت على ارتباط بالتفجير الذي كان ينون القيام به ضد مؤتمر جماعات خلق أيضاً الرئيس ماكرون توجه في خطابه الأخير ضد الإسلام السياسي وقال بأنه أعطى أوامر للحكومة بعدم التهاون ضد هذا الموضوع وضد الجماعات التي تعمل لزرع فكرة الإسلام الإيدلوجي المتطرف هنا في فرنسا والانعزال عن المجتمع الفرنسي النقطة الرئيسية هنا باعتقادي ستكون بريطانيا سيكون لديها موقف مخالف لأنها دائماً على تناغم أو لديها ملف خاص مع الإسلام الجماعات الإسلامية سواء كانت متطرفة أو لا ولكن هنا في أوروبا أتوقع بأن الموقف سيكون ستعلن الجماعة هذه وجماعات أخرى أيضاً كمنظمة رهبية سيد ماهر فرغلي برأيك الآن لو نبدأ من بداية أن هناك زيارة الرئيس السيسي هي التي ربما أقنعت الرئيس ترامب بإلقاء هذه الخطوة وأن يكون حاسماً في هذا الموضوع بالنسبة لمصر أمنياً ماذا يعني أن تصنف واشنطن ودول أوروبية هذا التنظيم على قوائم الإرهاب لأنه يعني فيه عدد من الدول العربية هو مصنف كذلك بعد التحية طبعاً زيارة الرئيس السيسي كانت كالقشة التي قسمت زهر البعير كانت قبلها محاولات كثيرة جداً لدول عربية أيضاً للضغط على أمريكا وبريطانيا لتصنيف الإخوان الرهابية هذه المحاولة الأخيرة نجحت إلى حد ما لأن هناك اتجاه في الإدارة الأمريكية بتصنيف الإخوان الرهابية ويمكن أن نقول أن هناك سبب كبير جداً لذلك وهو سبب داخلي في جماعة الإخوان ذاتها يعني نقول فشل جماعاتي فشل جماعة الإخوان في تقديم مشروعها الأخير يعني مشروعها بصورة حسنة في الفترة أخيرة حيث أثبتت أعمالها أنها إرهابية بكل تأكيد أعمالها في أوروبا كانت خطر ألمانيا حذرت من ذلك كما قال ضيفك الكريم في بريطانيا في أسبانيا المؤتمر الأخير مؤتمر مسلمي أوروبا في سويسرا كان واضح منه سياسات جماعة الإخوان المسلمين الخطيرة على المجتمع الأوروبي على سبيل المثال كل ذلك في النهاية فشل المشروع أيضاً في الشرق الأوسط مشروع الإخواني ورفض الشعوب العربية لهذا المشروع وعزل جماعة الإخوان في مصر وفشل مشروعها في تونس وفي شمال أفريقيا والانقسامات في الأردن وفشلها في السودان كل ذلك أيضاً ندفع الإدارة الأمريكية للإدراك أن الإخوان المسلمين الآن لم تعد ورقة جيدة لللاعب بها أو لتوزيفها الآن هذا القرار سوف يواصل بكل تأكيد لكن في القاهرة دعنا نستكمل في القاهرة ما الذي يفيد به في مصر هذا القرار عندما تقوم أمريكا وأوروبا بتصنيف الجماعة إخوانياً يعني الوضع في مصر مسيطر أمنياً لكن هل سيضيف ذلك القرار الأمريكي إن صدر شيء للتعامل السياسي أو التعامل الأمني في مصر؟ نعم سوف يضيف بكل تأكيد سلاسة أشياء الشيء الأول هو من ناحية القدرة التمويلية لجماعة الإخوان المسلمين نحن نعلم أن جماعة الإخوان المسلمين لها محددات في قدراتها وقواتها أهم محدد لها هو المحدد الخارجي يعني تعامل جماعة الإخوان الخارجي هو أكبر عنصر من عناصر قوة هذا التنظيم تنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين فحينما أنت تصنف هذا العنصر الخارجي على أنه هو إرهابي أعتقد أن هذا سوف يؤثر على قدرات الجماعة الداخلية من ناحية التمويل من ناحية الدعم اللوجيستي أيضاً من ناحية الأخرى شعبوياً هذا القرار سوف يساعد شعبوياً ودعائياً أن جماعة الإخوان الإرهابية فهي تسوق نفسها طوال الوقت على أنها جماعة معتدلة هذا القرار سوف يساعد الحكومة المصرية في جهودها الكبيرة جداً في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين شعبوياً ودعائياً لأن جماعة الإخوان كما نعلم لها أجنحة لا تزال حتى هذه اللحظة أجنحة تعمل في مصر سرياً وكامنة وهي تعمل اقتصادياً بطريقة كامنة المحاولات المصرية نجحت بنسبة كبيرة جداً في تفكيك جماعة الإخوان المسلمين لكن لها بعض الآفر على تزال تعمل سرياً وهذا القرار سوف يساعد في تقليص هذه الجهود الإخوانية طيب سيد جارنر في واشنطن هنا السؤال المطروح أنت قلت تتوقع أن يكون القرار يشمل الجماعة أو تنظيم الإخوان وربما بعض المؤسسات التابعة له تنظيم الإخوان عمل خلال سنوات طويلة على تأسيس جماعات أخرى تنظيمات أخرى بأسماء مختلفة للتغطية على نفسه حتى يظهر في أكثر من مكان بأسماء مختلفة هل تعتقد أن البيت الأبيض سيدخل في هذه التفاصيل؟ هل سيحتاج إلى كل تظيم بأسم مختلف أن يثبت عليه أنه يتبع للإخوان حتى يوضع أيضاً على قائمة الإرهاب؟ كما ذكرت فإن هناك العديد من جماعات الإخوان المسلمين ومن واجهاتهم في الولايات المتحدة وفي كل العالم هناك مئات ومئات من التنظيمات وبغض النظر عن قرار البيت الأبيض ولكن آمل بأن إدارة ترامب ستضمن تماماً بأنه ليس هناك أي واجهة للإخوان بأنها لن تنجو من ذلك أعتقد بأنه من المهم بأن يكون هناك كما قلت فاصل بين الحكومة الأمريكية وبين واجهات الإخوان التي حاولت أن تتواصل مع العديد من المؤسسات الحكومية هنا مثلاً هذا حدث أثناء إدارة أوباما أعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك طلاق بين الطرفين طلاق بائن وينبغي أن يعين وتصنف بأنها تنظيم إرهابي لديه إيديولوجية خطيرة وأيضاً هو انخرط مثلاً في الإرهاب هناك مثلاً حماس الذين هم فرع من الإخوان المسلمين ولكن أعتقد أن هناك فرصة كبيرة بأن إدارة ترامب ستصنف الإخوان وككل كتنظيم إرهابي أو أنها ستستهدف فروعاً له ولكن في الوقت ذاته من المهم أيضاً على إدارة ترامب أن تحضر أي جماعة ملتحقة أو منخرطة أو تتصل بهذه الجماعة بأن لا تتصل بالحكومة الأمريكية ينبغي أن ندرك بأن الإخوان جماعة الإخوان لديهم إيديولوجية خطيرة ومتشددة جداً والتي هي ليست متناغمة وليست ملائمة لقوانين الولايات المتحدة وأعتقد بأننا سنرى إجراءات قاسية جداً تطبق من قبل إدارة ترامب على عدة جبهات تجاه الإخوان بالنسبة لرئيس ترامب نفسه هذه قضية مهمة جداً وأعتقد بأنه كان يفكر بشأن الإخوان على مدى سنوات وهو قد تعهد في السابق بأن يتحرك ضد الإخوان أعتقد أن ربما العامل المعقد بالنسبة لإدارة ترامب هو بالتعامل مع الحكومة التركية نعم قبل اسمح لي سيد جارنر سنتحدث عن هذا الموضوع عن الحكومات الداعمة للتنظيم الحاضنة لها وأيضاً الحكومات التي يشارك فيها التنظيم سيد ناصر قبل أن أذهب إلى فاصل هنا كيف هو الوضع في أوروبا أيضاً؟ ألمانيا مثلاً بدأت وقف استخدام المساجد والأئمة القادمين من دول مثل تركيا ودول أخرى حتى في آسيا من استخدام هذه المنابر هنا وتدريب الأئمة بشكل هل أوروبا مدركة لخطورة تنظيم الإخوان؟ قلت أن المزاج العام حتى السياسي بدأ يشتد تجاههم لكن فيما يتعلق بخطورة التنظيم وقدرته على التلون والاختفاء داخل مؤسسات مثل الأقليات المسلمة في أوروبا هل هذا مدرك بشكل واضح لدى القيادات الأوروبية؟ نعم هذا مدرك ولكن النقطة الأساسية بأن التحرك السياسي هنا في أوروبا هو ضد جميع الجماعات الدينية التي ترعى الإدلوجيات المتطرفة والإرهاب خاصة هناك أفرع من جماعة الأخوان المسلمين وأيضا هناك أفرع من جماعات أخرى وتتبع لدول أخرى وتتبع أيضا لأطراف متعددة هنا في أوروبا أيضا النقطة الأساسية هنا في أوروبا المطروحة هي الحاضنة الشعبية هنا مثلا في فرنسا هناك سبعة ملايين مسلم كثير منهم يتبعون إلى هذه الجمعيات التي تنتمي بشكل أو بآخر لجماعة الأخوان المسلمين لأنه لا يوجد بدائل عندما يذهبون إلى هذه الجمعية أو إلى هذا المسجد لا توجد هناك بدائل إذا تم الآن تصنيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية هل كل الموجودين هنا والمتمين إلى هذه الجمعيات هم إرهابيين باعتقاد لا يجب أن يكون هناك تفرق ما بين الإرهاب وما بين غيره أيضا النقطة الأساسية ما هو التصنيف يعني الآن تم تصنيف جماعة الأخوان المسلمين كمنظمة إرهابية وخرجت جمعية أخرى اسمها النور والإيمان فلم نستفد شيئا يجب أن يكون هناك نظرة موسعة وشاملة تقول بأن أي جمعية أو كيان أو مجموعة تقوم ببعض هذه التصرفات مثل نشر الأفكار المتطرفة نشر الأفكار الإرهابية نشر قضية التمويل مهمة جدا تصنف تلقائيا كإرهابية هنا في أوروبا هناك ازدواجية نوعا ما في المعايير يعني هنا يتم ملاحقة مثلا جمعيات مثل ألمانيا مثلا تقوم بملاحقة الجمعية الإسلامية وطرحها كجماعة إرهابية وهناك مساجد أخرى أيضا لا يتم متابعتها فبالتالي يجب أن يكون هناك متابعة شاملة حتى يتم درء هذا الخطر من جميع أبوابها نعم سيد ناصر ضيوفي ابقوا معي سنتابع هذا النقاش بعد فاصل قصير إذن المساء مستمر ابقوا معي تعد مصر واحدة من أكثر الدول التي عانت من إرهاب تنظيم الإخوان الذي تأسس هناك ومع كون التنظيم هو الأب الروحي لجميع التنظيمات الإرهابية التي انبثقت في المنطقة والعالم بات خطر التنظيم يهدد العالم أجمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نازلنا نتابع في حوارات المساء مع ضيوفي البيان الصادر عن المتحدثة باسم البيت الأبيض حول نية الإدارة الأمريكية تصنيف تنظيم الإخوان تنظيما إرهابيا على قوائم التنظيمات الإرهابية أعود وأرحب بضيوفي معنا من واشنطن الباحث في مؤسسة هيرتيج نايل جاردنر وأيضا معنا من القاهرة خبير الجماعات المتطرفة ماهر فرغلي ومن باريس معنا الباحث في العلاقات الدولية ناصر زهير سيد ماهر أعود لك في القاهرة هنا كيف هو حال التنظيم حاليا إلى أي درجة تراجع التنظيم في القاهرة بعد الضربات الموجة الأمنية التي تعرض لها يعني هناك حديث عن أن هناك مراجعات هناك حديث عن أنه في جيل شبابي ينتقد هناك من يقول أنه لأ نزل إلى تحت الأرض لو تحدثنا عن وضع هذا التنظيم الآن في مصر بداية هناك تراجعات بكل تأكيد دعنا نؤكد أولا أنه منذ أواخر عام 2017 وحتى هذه اللحظة توقفت أعمال منظمة حسم وهي الجناح المسلح لجماعة الإخوان في مصر جماعة لواء السورة وهي الفرع الآخر الذي كان يستهدف القضاء وضباط الجيش هذا تم تفكيكه في بداية عام 2017 وحسم انتهت وتوقفت عملياتها تماما الآن كل فترة وكل أولا يكشف الجهاز الأمني في مصر ووزارة الداخلية عن تفكيك مجموعة من هذه المجموعات إذن هناك توقف للعمليات المسلحة تماما في داخل السجون هناك جزء كبير جدا من المسجنين وهو لا يوجد معتقل سياسي واحد في مصر ولكنهم كلهم على زمة قضايا في المحاكمات المسجنين على زمة هذه القضايا جزء منهم قدموا ما يسمى إقرار توبة وإقرار توبة هذا هو إقرار براءة يعني براءته من أفكار الجماعات كلها وليس جماعة الإخوان المسلمين وهذا القطاع معزول في أجنحة خاصة به وفي أعنابر خاصة به داخل السجون وهناك جزء آخر قدم مراجعات فكرية ومنهم عمر عبد الحافظ وحمزة محسن وهما من قيادات التنظيم داخل السجون وفي سجن الفيوم وقدم كتابين كتاب الصدمة وكتاب كنت إخوانيا وهي كتب تنقض جماعة الإخوان الداخل هناك كتب أخرى تكتب من أعضاء هذه التنظيمات لكنهم أيضا معزولون في أجنحة وعنابر خاصة بهم كذلك مجموعة من قيادات جماعة الإخوان قدمت مجموعة من النقدة الذاتي للتنظيم ولكن هناك صراعات داخلية صراعات ما بين جماعة الإخوان المسلمين في السجون أما في خارج مصر وخاصة في تركيا التي تأوي عناصر هذه الجماعة الجماعة منشقة على ذاتها ما بين الجناح إبراهيم منير الموجود في لندن والمقيم في لندن نائب زعيم التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين وهو جناح يؤمن بالبقاء وبالحفاظ على التنظيم وعلى ما تبقى من التنظيم ويريد إيقاف العمل المسلح لمدة خمسة أعوام والعودة للعمل ولكنه قوبل هذا برفض كبير جدا من جناح آخر وهو الجناح جناح محمد كمالي محمد كمال المسمى بالكماليون الجدد داخل جماعة الإخوان وهو جناح متشدد يؤمن بالعمل المسلح إذن الجماعة مفتتة ومهيكلة وأهم خطورة فيها هو الصراع الداخلي والصراع على قيادة التنظيم طيب سيد جاردنر في واشنطن هنا واضح أن كما ذكرت وقلنا سنتحدث الآن هناك دول داعمة لهذا التنظيم وممولة منها أنت ذكرت تركيا هناك أيضا قطر تمويليا وبالتالي قبل أن نتحدث عن مشاركة هذا الجناح أو هذا التنظيم كحزب سياسي في بعض الدول أيضا كيف سيتم التعامل مع هذا الأمر لكن كيف سيتم التعامل مع الدول فعلا التي تقدم دعم لتنظيم الإخوان الإرهابي أو تؤوي بعض قياداته طبعا هذه نقطة مهمة جدا أعتقد أن هذا يدخل في قضية الجدل داخل إدارة ترامب كيف يمكن التعامل بدول مثل تركيا وقطر على سبيل المثال التي طبعا تدعمان الإخوان لو أن الولايات المتحدة طبقت عقوبات ضد الإخوان وصنفتهم كجماعة إرهابية طبعا هذا في قلب النقاش والجدل كما قلت بكل تأكيد إنه واقع بأن الحكومة التركية وخاصة مرتبطة ثباطا وثيقا بحركة الإخوان وسيد إردوغان داعم كبير للإخوان وأي إجراء أمريكي لتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي فهذا سيؤدي ربما إلى ردة فعل من تركيا وأعتقد بأن هذا يدخل في إطار حسابات واشنطن ولكن مع قولي لهذا فإنني أعتقد بأن الزخمة بكل تأكيد إلى جانب أولئك الذين هم في الإدارة مثلا جون بولتون ووزير الخارجية والجماعة الذين طبعا يحبذون أن يصنف هذا التنظيم كتنظيم إرهابي وأعتقد بأن العلاقة الأمريكية التركية ستكون معقدة جدا لو تم تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي ربما من الممكن بأن إدارة ترامب ستقرر بأن ربما تقدم تنازلات مثلا بتصنيف أيضا بعض التنظيمات داخل الإخوان كجماعة إرهابية ولكن ليس تنظيم الإخوان ككل وبهذه الطريقة ربما سيتجنبون مواجهة شاملة مع الحكومة التركية ولكن سنرى طبعا بكل تأكيد ما سيحدث في النهاية ولكن بكل تأكيد سيكون هناك تحرك أمريكي من نوع ما ضد جماعة الإخوان لأن الإخوان ينظر إليهم هنا في واشنطن وخاصة من هذه الإدارة بأنهم جماعة خطيرة جدا لديها أجنحة خطيرة جدا وأيضا في قلبها لديها أيديولوجية إسلاموية خطيرة وتهديدية جدا ينظر إليها بأنها تحرض على النشاط الإرهابي إذن الإخوان مسلمة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة وهذه المشكلة لن تذهب ينبغي أن يكون هناك تحرك من قبل الولايات المتحدة ولكن كما قلت أنت من قبل فإن العامل التركي بكل تأكيد ربما هو ما يعقد أو العامل أكثر تعقيدا حتى تتحرك الولايات المتحدة طيب سيد ناصر في باريس هنا فعلا موضوع العلاقة مع الدول التي ترعى هذا التنظيم وتدعمه بالإضافة إلى أنه يدخل في جزء مهم في بعض الحكومات حتى أو لديه ثقة مهم مثلا في الأزمة السورية في الأزمة الليبية في العديد من الأزمات هناك التنظيم يظهر بأشكال مختلفة ويضع ثقة له في هذه الأزمات برأيك كيف يمكن أن تتعامل معه الدول الأوروبية هل سنعود ربما دول ستتعامل بازدواجية معايير في المناطق التي لها مصلحة فيها ستغض النظر عن هذه التنظيمات ولكن في الطرف الآخر ستصنفها إرهابية أعتقد أننا فقدنا الصوت مع ضيفنا من باريس أعود إذا كان ضيفي في القاهرة نعم أعود لك سيد فرغلي في القاهرة يعني لو تحدثنا الآن عن قدرة هذه الجماعة وهذا التنظيم على التحول إلى مؤسسات أخرى والظهور بشكل أحزاب وغيرها هل كان فعلا في مراجعات حقيقية من أجل الظهور بشكل يعني بعيد عن التطرف وبعيد عن الإرهاب وهذه التنظيمات الكثيرة المؤسسات الكثيرة التي منتشرة حولها في أنحاء العالم يعني الآن من مساجد إلى مؤسسات خيرية إلى جمعيات إلى غير ذلك إلى حتى أحزاب سياسية هل في بينها فارق أيديولوجي فارق في الإدارة أم أنها كلها أشكال مختلفة لشيء واحد بداية لابد أن نؤكد على قدرة هذه الجماعة على التلون يعني قدرة هذه الجماعة على تقديم نفسها في أشكال متنوعة وأشكال متعددة هذا التنظيم الإخواني خاصة في العشر سنوات الأخيرة هو قام بإعادة تشكيل ذاته وإعادة الهيكلة لذاته بشكل جديد وهو ما يسمى يطلقون عليه الآن النجمة الخماسية يعني نجمة البحر الخماسية هي التي تتفرع من خمسة أفرع حينما تقطع فرع هذا الفرع يتناصر إلى مجموعة من الأعضاء الأخرى يعني فرع البطل وهو الرجل الشخص الذي يقدم نفسه على أنه مستقل عن جماعة الإخوان المسلمين لكنه عضو داخل التنظيم وهم كثيرون جدا يمكن أن نضرب مثلا بطارق رمضان على سبيل المثال أو يوسف القرضاوي على سبيل آخر وحتى هذه اللحظة يقول أنه ليس من جماعة الإخوان المسلمين ثانيا الجماعات أو الشبكة المستقلة شبكة مستقلة من الجماعيات والجماعات الجماعات الحليفة والجماعات الشريكة جماعات بأنواع متعددة وبأسماء مختلفة ميليشيات مختلفة لكنهم كلهم يصبون في خانة جماعة الإخوان المسلمين ستجد الجزء والفرع الأقل هو الفرع التنظيمي الفرع المنظم الفرع الذي يقول أنا إخوان مسلمون في الأردن في السودان في مصر وغيرها لكن هذا الفرع لا يلعب دور كبير بقدر ما تلعب الأدوار الأخرى أو المجموعات الأخرى هذه مشكلة هذه الجماعة خاصة أن هذه الجماعة كذلك تتفرع إلى أربعة أنواع جناح اقتصادي سري هذا الجناح يعمل وله جمعيات في أوروبا وله شركات وله يدخل في استثمارات وهي سبب من أسباب عدم إعلان جماعة الإخوان على سبيل المثال الإرهابية في بريطانيا على سبيل المثال هذا الاستثمار المالي في البنوك الأوروبية وفي الشركات الأوروبية والجناح المسلح وهو جناح موجود جناح موجود بأسماء مختلفة مثل حسم ولواء الثورة على سبيل المثال والجناح السياسي الذي يقدم نفسه على أنه يستطيع احتواء الجماعات المتشددة كداعش وغيرها وهو جناح ليس معتدب بالمرة هي نفس الأفكار الداعشية بنفس القواعد من الأفكار في النهاية أعتقد مصر ضربت مسل هناك لنا أمثلة في الوطن العربي كبيرة جدا في مواجهة هذه الجماعة مصر ضربت مسل كبير في مواجهة هذه الجماعة بجميع أشكالها وجميع تفرعاتها وجميع أنواعها هذه القدرة ضعفت إلى حد ما إلى حد كبير جدا ومصر لها دراس أو لا أو مدرسة في تفكيك هذه الجماعة طيب إذن أرجو من ضيوفي أن يبقوا معي لدينا أيضا فاصل ثاني قصير سنعود من بعده حيث نتحدث عن استغلال التنظيم الإخواني لبعض الدول الأوروبية لنشر أفكاره وأجنداته سنعود ربما للحديث مباشرة مع ضيفنا من باريس لكن بعد فاصل قصير أهلا بكم مجدداً تنظيم الإخوان الإرهابي اتخذ من الدول الأوروبية أرضاً خسبة للممارسة لممارسة نشطاته فالتنظيم يستغل التراخي الأوروبي والفجوات القانونية للترويج لأفكاره التي تحف على التطرف كما يمارس نشطات تسهم في التمويل عبر جمع التبرعات وغيرها وتحت واجهات عدة ترجمة نانسي قنقر أهلا وسهلا بكم سأذى بلا باريس ضيفي بهناك سيد ناصر زهير كنت قد سألتك قبل الفاصل عن كيف يمكن للدول الأوروبية في حال صدور هذا القرار الأمريكي بتصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية وانتزمت به كيف يمكن أن تتعامل مع هذه الجماعة في الدول الأخرى مثلاً لدينا سجال أو لنقول خلاف أوروبي بين إيطاليا وفرنسا في ليبيا الآن إيطاليا تدعم الجماعات الموجودة في طرابلس والتي من بينها أيضاً تنظيم الإخوان هل سيؤثر هذا على المصالح على تغيير العلاقة برأيك أم أن بعض الدول من أجل مصالحها ستستمر في غض البصر عن بعض هذه التنظيمات تحت أسماء ومسميات أخرى باعتقادي ستكون المصلحة هي الغالبة نوعاً ما سيكون هناك ضغط من الشعوب على الحكومات على عدم التعامل مع الحكومات التي تدعم هذه الجماعات المتطرفة لأنهم هنا في أوروبا عانوا كثيراً من التفجيرات ومن العمليات الإرهابية ولكن على الطرف الآخر إذا نظرنا إلى الموضوع الليبي على سبيل المثال عندما تدعم إيطاليا الحكومة السراج في طرابلس أو الجماعات في طرابلس هي لا تدعمها لأنها من الأخوة المسلمين أو من غيرها هي تدعمها لأنها لها مصالح في ليبيا ولأن إيطاليا تعتبر نفسها بأن ليبيا هي منطقة نفوذ سياسي بالنسبة لها وهي تتنافس مع فرنسا على هذا الأمر بالتالي ستكون لعبة المصالح هي الفاصلة مثلا هنا في فرنسا أو في معظم أوروبا يتم تصنيف معظم التنظيمات الكردية على أنها منظمات إرهابية وفي نفس الوقت يتم دعمها والتعامل معها في شمال سوريا بالتالي المصلحة هي الغالبة ستكون ولكن لن يكون هناك تعامل بالمعنى الكبير أو الحقيقي لأن الشعوب الآن تضغط على حكوماتها لكي توقف أي تعامل مع أي حكومات تدعم أو تؤيد جماعات إرهابية طيب سيد ناصر سؤال أيضا باختصار متابعة هنا إلى أي درجة يستغل هذا التنظيم لن أقول فراغات ولكن ربما بعض النقاط في القوانين الأوروبي خصوصا قوانين حقوق الإنسان وأنه لا يمكن أن يتم تجريم أي شخص إذا لم يقل بعمل عنيف وليس فقط التصريح للحث عليه هل تغير الوضع أم ما زال الوضع لحاله يستغله هذا التنظيم لكي ينتشر داخل الدول الأوروبية كان هناك ثغرات كثيرة في القوانين الأوروبية في التعاون مع المنظمات الإرهابية ولكن الآن يتم التحرك لإصلاح هذه القوانين مثلا أولا التصريح أو دعم الجماعات المتطرفة هناك قوانين الآن لتجريم مجرد الدعم أو التصريح لأي جماعة إرهابية متطرفة خاصة أيضا بعد حادثة نيوذلندا وتصريح الكثيرين عن دعمهم لهذه الحادثة ضد المسلمين أيضا هناك تم تجريم هذه الأعمال أيضا النقطة الثانية هي التمويل والدعم هناك هنا في فرنسا مثلا هناك فجوة كبيرة في القانون وهذا ما يعمل الرئيس ماكرون على إصلاحه عبر إصلاح قانون 1905 الذي يفصل الكنيسة أو دور العبادة عن الدولة وتدخلها بها هو يريد الآن الدولة الفرنسية تقوم بتعديل هذا القانون للتدخل وكبح جماع التمويل الخارجي الذي يأتي للجمعيات الإسلامية لمراقبة هذه التمويلات ومعرفة مصادرها ومعرفة أيضا أين تصرف وإلى أين تذهب بالتالي هناك تحركات كبيرة لأن الخطر كما قلت لك سابقا الخطر أصبح كبير جدا خاصة الآن بعد انحصار النفوذ الجغرافي لداعش والتهديدات الإرهابية بالتالي هناك تحرك ضد كل الجماعات الإرهابية سواء كانت إخوان أو غيرهم أو يمين أو يسار أو يمين متطرف أوروبي بالتالي هناك إصلاح للقوانين ولكن باعتقادي ستحتاج المزيد من الوقت وربما يحتاج هذا الوقت لسنوات أيضا النقطة الثانية هي الحدود المفتوحة هنا في أوروبا مثلا إذا كان القانون في فرنسا يشدد أو يضيق الخناق على الجماعات المتطرفة أو الجماعات المتطرفة يمكن أن تذهب مثلا إلى دولة مثل هولندا أو بلجيكا وتمارس نشاطه هناك وتنقله بالتالي إلى فرنسا بالتالي هذه معضلة يجب أن يكون هناك قوانين لأوروبية شاملة أو عالمية دعنا نقول لمواجهة هذه التنظيمات ومواجهة الأفكار أو الآليات التي يعملون بها لنشر أفكارها من المتطرفة وأيضا لكسب التمويل أذهب لواشنطن سيد جاردنر هنا منذ بداية محاربة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر كانت الدول التي تدعم الآن تنظيم الإخوان تحاول إقناع واشنطن بأن دعم تنظيم الإخوان كإسلام معتدل هكذا تم تقديمه هو أفضل طريقة من أجل محاربة الإرهاب والتطرف وكان هناك حتى بعض القناعات في واشنطن بأنه نعم يعني الإخوان وبعض التنظيمات المشابهة تصنف معتدلة وبوصولها للحكم سينهي الإرهاب هناك أيضا من قال أنه يمكن استخدامها ضد الميليشيات الإيرانية اللعب على موضوع الطائفية لأن الإخوان سنة وإيران شيعة وكذا وحاولوا أن يظهروا أن الإخوان ممكن أن يكونوا مفيدين للسياسة الأمريكية هل انكشفت كل هذه الأمور بالنسبة لواشنطن الآن بعد كل هذه التجارب أعتقد بأن فكرة بأن نقول بأن الإخوان مثلا هم جماعة معتدلة ويمكن أن تساعد الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية في مكفحة الإرهاب هي بكل بساطة فكرة فضيعة وأعتقد هذه المقاربة اتخذتها إدارة أوباما إنهم رحبوا بممثل الإخوان وواجهاتهم للجلوس معهم وتقديم المشورة في البيت الأبيض وتلك الأيام قد ولت وهذا لن يحدث مرة أخرى مع هذه الإدارة وأمل بأن كل الحكومات الأوروبية ستستيقظ على واقع الإخوان وهذا طبعا يتضمن البريطانيين والألمان والحكومات الفرنسية والهولندية كلها عليهم أن يفهموا بأن التنظيم الإخوان ليس إلى جانب الحكومات الغربية الإخوان ينبغي أن ينظر إليهم بأنهم جماعة إسلاموية متشددة ولديهم أجنحة إرهابية وأعتقد أن علينا أن نرى نهاية لهذه المقاربة الساذجة فالعديد من الحكومة الأوروبية انطلت عليها هذه الحيلة وهذا ينبغي أن ينتهي وأنا آمل بأن هناك قد دروسا قد استخلصت فلا يمكن أن تجلس مع واجهات لتنظيم إرهابي لديه أيديولوجيا إسلاموية متطرفة ومعادية جدا أنا آمل بأن تحرك الولايات المتحدة إذا حدث سيكون مثل جرس الإنذار لكل الحكومة الغربية حتى تفهم كلها ما تتعامل معه فالإخوان ليسوا أصدقاء للغرب إنهم ليسوا أصدقاء للعالم الحر إن هذا التنظيم متطرف للغاية ولديه أجندة إسلاموية ولا يمكن الوثق به طيب سيد فرغلي في القاهرة فعلا هذه المرحلة كلفت العالم العربي والعالم الإسلامي الكثير إبراز جماعة أو تنظيم الإخوان على أنه أحد نماذج الإسلام السياسي المعتدل أو الإسلام السياسي بشكل عام تقديمه على أنه إسلام معتدل وهو الأقدر على أن يحارب الإرهاب والتطرف برأيك هل فشلوا في هذا المسعى لأنه هم فعلا يرعون التطرف ولا يمكن أن يكونوا ظاهرة للاعتدال أم أنهم يواجهون مشكلة فعلا في التعامل مع العالم السياسي المتحضر المؤسساتي لأن أفكارهم بقيت وما تزال أفكار الجماعة والأمير والسمع والطاعة التي لا يمكن أن يكون لها أي علاقة بنظام متحضر سياسي يمكن أن يوصف بأنه معتدل هناك داخل الجماعات الإسلامية بشكل عام بكل التصنيفات وكل التنظيمات والجماعات بما فيها جماعة الإخوان المسلمين ما يسمى بالتغيير الفوق للمجتمع والتغيير السفلي للمجتمع هناك جماعات تؤمن بتغيير المجتمع من أسفل من القاعدة من الشعب من أسفل القواعد لكن هناك جماعات أخرى تؤمن بهرم السلطة بالانقلبات العسكرية بالوصول إلى السلطة جماعة الإخوان الجماعة الوحيدة في كل هذه الجماعات التي تؤمن بالتغييرين معا يعني هي تعمل من الجانب الأسفل والسفلي ومن الجانب الأعلى للوصول إلى السلطة لذا هي جماعة شديدة التطرف جماعة صعبة جدا للغاية الغرب لم يدرك هذه الحقيقة كانوا يقدمون أنفسهم للغرب على أنهم جماعة إصلاحيين يحاولون إصلاح المجتمع من أسفل هذه الجماعة التي ساهمت في تأخر العالم العربي يعني هي ساهمت في كل أعمالها بالعنف الذي مارسته بالإرهاب الذي قدمته بالعمليات المسلحة التي فعلتها ساهمت في تأخير العالم العربي في الحقيقة ساهمت في الرجعية في التخلف في التطرف في تقديم صورة نمطية للدين صورة نمطية للإسلام صورة غريبة جدا إسلام جديد مختلف عن الإسلام الوسطي المعتدل الذي لابد أن يعرفه كل المجتمع ومن ثم ظهر التشدد التشدد في الحقيقة ظهر في المجتمعات كلها بما فيها مصر هنا عمق هذه الجماعة في المجتمعات الشعبوية الفقيرة فنجد جماعة الإخوان متغلغلة في النقابات وتغلغلت في القرى وفي الأرياف ومن ثم خلقت لنا جيلا لا يؤمن بالعمل لا يؤمن بالثقافة لا يؤمن بالتعليم وهذا كله ساهم في تأخر مصر وفي ساهم في تأخر العالم العربي إسبح لي هنا يعني إلى أي درجة جماعة تخديدا تنظيم الإخوان الذي دائما يتذرع الآن بموضوع الإسلاموفوبيا الإسلاموفوبيا موجودة ظاهرة حقيقية لكن إلى أي درجة يحاول استغلالها النفسه ولأي درجة هو ساعد في صناعتها في الغرب نعم ساعد في صناعتها في الغرب لأنه أولا هو جعل من الجليات المسلمة بسيطرته على المراكز الإسلامية والجمعيات الدينية والصغرات القانونية التي دخل من هذه الصغرات إلى المجتمعات الغربية الدول الغربية في السيطرة على الجليات المسلمة وجعلها جناحا سياسيا للتنظيم يعني هو جعل هذه الجليات تعيش في جيتو هذا الجيتو منعزل هو غرب يعيشه على الأرض الغربية لكنه في ذات الوقت يعيش بعقلية شرقية يعيش وهو يفكر في الشرق يعيش وهو يفكر في السلطة في الدول العربية يعيش وهو يفكر كيف تنجح جماعة الإخوان في الشرق قدم نفسه بالمظلومية بمظلومية هذه الجماعة بتاريخ هذه الجماعة العريض والطويل منذ حسن البنة في أنها جماعة مظلومة وجماعة طهدت وذهبت للغرب ومن سمه هو نجح إلى حد كبير في تقديم نفسه للدول الغربية بهذا الشرق والدول الغربية ساعدته على الاستمرار وعلى التصريح بالقانوني بالعمل ومن سمه استمر إلى هذه اللحظة نعم نعم واضح شكرا إذن أن ننهي هنا الحوار في هذه الحلقة من حوارات المساء أشكر ديوفي جميعهم كان معنا من القاهرة خبير الخبير في الجماعات المتطرفة ماهر فرغلي ومن باريس كان معنا الباحث في العلاقات الدولية ناصر زهير ومن واشنطن كان معنا الباحث في مؤسسة هيريتج نايل غاردنر شكرا جزيلا لكم جميعا إذن مساء انتهى غدا مساء جديد وملفات جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة